اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى تضطي المخرجات المطلوبة لمن تستخدم هذه البوابات المنطقية يستخدمها في عملية انشاء او بناء معالجات الحواسيب والاجهزة الالكترونية دعونا نشوف فت هيكل او شكل للبوابة المنطقية مثل ما تشوفون عندي الان هاي البوابات المنطقية مثل عندي الان بوابة الانت هاي البوابة اسمها الانت مثل ما تشوفون تتكون من A و B اللي هو المدخل A و B من مدخلات وأوتبوت واحد وكذلك هاي البوابة اللي اسمها العور ايضا تحتوي على ادخل اكتر من مدخل العفو وأوتبوت واحد هاي الادات اللي اسمها النوت تحتوي على مدخل واحد ومخرج واحد هاي البوابات المنطقية ان شاء الله رح نتفصل بدراستها كل بوابة على حد ونعرف طريقة عمل هاي البوابة سابقا حتى آلية عمل البوابات ندرسها عمليا ونعرف عمل كل بوابة كانت الطريقة السابقة انه يستخدمون مثل هاي الخريطة الالكترونية يجربون بها مثل ما تشوفون الان هاي البوابة وبيها مدخلاتها وبيها المخرج ويضا هاي البوابة الناند اسمها ايضا مدخلات ومخرجات لكن الان يعني كانت هاي الطريقة السابقة حتى يشتغلون عملي في دراسة البوابات ما الطريقة الان الموجودة هو عبارة عن محاكي يحاكي النهاية الخريطة يعني ينضينا مثل هذا المطر لكن بصورة برمجية نقدر نستغني عن هاي الخريطة ونقدر بالحاسبة نتعلم كيف ندرس البوابات وآهلية عملها وطريقتها البرنامج هادو يا راح نتعلم شونا النصبة وراح اخليلكم اياه ايضا في قناة التليجرام وبالديسكريبشين مال اليوتيوب تقدر تحمل مننا هذا البرنامج بعد ما نحمل البرنامج نروح للمكان اللي حملنا بي البرنامج مجرد نضغط عليه ضغطين راح يفتح ويانا التنصيب تطلع ويانا واجهة تنصيب البرنامج كل اللي علينا نضغط نيكست ثم من هذا الخانة نختار مكان التنصيب انا راح اخلي مكان التنصيب اللي هو السي باورغران فايلز اللي هو هذا المكان الدفل طبعا في 86 بهاي الحافظة اسمها اي دابلو بي 512 فأنا راح احفظ هذا كل هذا الامتداد ما البرنامج اللي راح تنصبي راح اطيك لك ايمن وانطيك وبي انسخة لاني راح احتاجها بعدين فاللي اريده منك انه تنسخ او تحفظ المكان اللي نصبت بيه البرنامج تحدد الكتابة كلها وتنطي كوبي بعد ما تحدد وتنسخ المسار اللي حفظت بيه البرنامج تضغط نيكست ثم نيكست ثم فنش راح يبدو البرنامج يتنصب وياك تلقائيا الى ان تظهر لك هاي الايقونة او هاي القناة او اللافتة نطيها فنش الان يتنصب ويانا البرنامج مثل ما تشوفون طبعا ما ظهرت لي الايقونة على سطح المكتب فاني كل اللي علي افتح ماي كمبيوتر او اي حافظة افتحها اي مجلد موجودة عندي بأي مكان لكن دعنا نقول نفتح الماي كمبيوتر او this pc مثل ما تشوفون بهذا الشريط العلوي اللي هو الشريط الامتداد او المسار اللي انا موجود بي الان ادخل علي امسح الكتابة الموجودة بي وانسخ الكتابة اللي شنت انا حافظها المسار اللي انا شنت حافظه عن طباس مثل ما شوفون كتب لي هنا بسي بورغرام فايل بهاي حافظة اضغط انتر راح ينقلني للمكان اللي تنصب بي البرنامج تلقائين مثل ما شوفون هاي اقونة البرنامج اسمها wewb32.exe فاني كل اللي علي انه ارسلها السطح المكتب من خلال click amen اضغط عليها ثم send to desktop great shortcut اضغط عليها او نقل الى او ارسال الى سطح المكتب راح يكتب لك في حلقات عربية فاني كل اللي هاي سوية الخطوات فقط على موقع اظهر الايقونة لانه الايقونة ما ظهرت لعلى سطح المكتب فبعد ما اظهرنا الايقونة على سطح المكتب نفتح البرنامج نلغي هاي اللافتة مثل ما شوفون الان فتحوا اياي البرنامج خلجي انا قبل لا افتح البرنامج ادرس البوابات المنطقية شوف البوابات المنطقية على حسب محاضرات الدكتور سلام فعدنا هاي اللكتر فور نفتحها فتحة وياي عندي اللوجيك جيتس اللي هي البوابات المنطقية والبوابات المنطقية درسناها بالمحاضرة طبعا اعتمد على المحاضرة حتى يكون الفيديو من السلسل مثل كلام الدكتور The Inventor اللي هي اول بوابة منطقية خذناها اسمها الانفينتر انفيرتا شنو اضيفة عمل الانفينتر طبعا هذا هو شكل البوابة عبارة عن مثلث وبعدها دائرة صغيرة وهذا مثل ما شوفون هذا مظهر البوابة وهذا ايضا ممكن نعبر عنها بهذا الشكل هذا الشكل المستطيل او المربع الاخر لكن البرنامج راح نلقى الايقونة من البوابة اللي هي الانفينتر بهذا الشكل التوث تابل الخاص بالبوابة او عملها انه يقول لك عندما نقوم بادخال صفر اللي هو عبارة عن اللاو يعني شلون ما نقول انه صفر هو اللاو انبوت الانبوت المنخفض راح تسوي هاي البوابة تقوم بتحويله الى الواحد اللي هو الهاي المنخفض هو الصفر احنا مثل ما تعرفون محضرة التركيب العملي او النظر العفو اخذنا انه صفر يعبر عن الكهرباء المغلقة انه ماكو كهرباء او ماكو تيار يسري بالدارة والواحد يعبر عن الكهرباء العالية انه اوكو كهرباء او اخذنا ايضا منظور ثاني انه صفر هو الاغلاق والتشغيل هو الواحد يعني الحاسبة اذا كان بها كهرباء اذا هو واحد واذا كانت مطفية هو صفر فالانفينتر وضيفتها عكس عكس هاي الفولتية او عكس هذا التيار اذا كان منخفض رح يسوي الاوتبوت واحد واذا كان مرتفع او هاي عالي رح يرجع لاو صفر يعني حول لي من الصفر الواحد من الواحد للصفر يعكس البولتية طبعا الجذر البوليني الخاص به هو علامته اكس يسوي اي هاي داش الفوك عليها هذا الجذر البوليني ايضا حفظ فخلونا الان نفهم عمليا عالية عمل الانفينتر طبعا نفتح البرنامج مثل ما قلنا فتحنا البرنامج سابقا اول شي نحتاجه طبعا هاي الايقونة هاي الايقونات هي الادوات اللي نستخدمها بالتصميم المنطقي الادوات اللي احنا رح نستخدمها ببناء الدوائر الالكترونية اول خانة اللي هي الصورس المصادر هاي نقدر نستخرج منها المصادر المصادر الطاقة اللي رح نستخدمها فكل دائرة كهربائية تحتاج انبوت فلازم عدنا ال VCC هاي الايقونة اللي هي مصدر الفولتية Voltage Source خلي نقول هاي كالنما تمثل الحار وهذا ال Earth اللي هو Ground اللي هو البارد خلي نقول كل دائرة كهربائية تتكون من حار وبارد حتى نشغلها فالآن عندي مصدر الفولتية اللي هو ال واحد نرمز طبعا احنا مو قلنا بالمحاضرة قلنا هي تقبل واحد و صفر العفو صفر و واحد الصفر هو ال Earth هذا يا والواحد منه هو المصدر الفولتية مصدر الفولتية مصدر الفولتية فأنا حتى أعبر عن الفولتية هي ال واحد وال Ground هو الصفر فالآن بعد ما ربطت عفو وضعت الفولتية وال Ground أخلي ال Switch اللي هو المفتاح اللي يحول اللي بين الاثنين من هاي الخانة اللي يسمها ننتظر هاي الخانة الثانية اللي هي ال Basics الأساسيات مثل ما شوفون أختار هذا اللي هو ال Switch هاي خلي لايقونا عليها حتى يصطلع اسمه مثل ما شوفون طلع اسمه الآن اسمه Switch أنا يجي أخلي هنا ال Switch مثل ما شوفون ال Switch هو عبارة يريد عن متخليين هذا ال Input ماتة ال Switch هذا Input وهذا Input Input اسمه أقدر أطي حار و Input أنطي البارد أو Input أطي VCC وال Input الثاني أنطي ال Gram فمثل ما شوفون أنا الآن حاط الدوائر هنا ومخلي الوجهي أو العفو ال Switch صار معكوس فحتى Global Input مجرد أضغط علي فوقها أضغط علي Click Aim من الخيارات أطي Flip Horizontal اللي هي معناتها عكس باتجاه أوفقي يعني عكسه أوفقيا وهاي عكس عامودي فأنا محتاجها عنطي عكس أوفقي مثل ما شوفون الآن خليتها بعصورة أجياء أربطة حتى أربط ال Volt بال Switch مجرد أني أخليه بالطرف الطرف مثل ما شوفون الطرف من قاعد أخليه بالطرف الماوس جاء تطلع لدائرة سودة بعد ما أخليه بالطرف أضغط ل Click الأيسر مجرد سحب ما أهد ل Click الأيسر أضغط علي أسحبه المن أخليه بالطرف أخليه بالطرف للآن أنا ماسك للآن أنا ماسك الطرف ما للمفتاح أربط بال Volt هكذا الآن أيضا الطرف الآخر أيضا أمسكي ثم أخذ الوين إلى طرف ال Ground أيضا أتركه الآن صار هذا المفتاح طبعا يقول لي حتى تبدل بمفتاح ب Space نضغط Space مثل ما يشوفون الآن المفتاح سيبدل على التشغيل اللي هو على الواحد الفولتية والآن انطلق المفتاح من لل Ground اللي هو الصفر فنجي نختبر الآن بعدما جهزنا المصدر الفولتية وجهزنا المصدر الفولتية الواحد وجهزنا ال Ground الصفر وجهزنا المفتاح اللي يتنقل بيناتهم نجهز البوابة قلنا البوابة مالتنا اسمها Inventor Not Gate همات اسمها فآني من قسم البوابات هذا أضغط عليه مثل ما يشوفون Logic Gates اسمه هذا القسم قسم البوابات أختار أول بوابة اللي هي منه عندي السهاي الآن غيت لا احنا ما أخذنا الآن عندنا Not Gate هي هاي البوابة مثل ما يشوفون رميزها مثلث ودائرة مثل ما هو موجود بالمحاضرة مثلث ودائرة فهي هاي الأداء اللي أنا خلتها Not Gate مجرد أنه أضغط عليها وضل ساحبها وأرمي هنا الآن صارت البوابة موجودة نربط البوابة بالسويتش مجرد مثل ما سونا بخطوات سابقة سحب وأفلات أسحب من الطرف مال السويتش المن للبوابة بعد ما ربطت البوابة الآن أقوم بربط مفتاح أو لايت مثل ما نسمي Globo ايضا نسمي هذا لايت هاي الآيقون اللي عليها رقم ثمانية الاندكترز يسمها الاندكترز نختار منها اللايت هذا Read Probe نضغط عليه سحب Filt حتى هذا في شنفأت هذا البروب حتى نعرف أنه هل الدائرة تعمل أو لا لأنه أنا الآن في حار ربطي للواحد كون الGlobe إذا وصلت لطاقة رح يشتعل إذا ما وصلت لطاقة ما رح يضوي فأيضا مثل ما شوفون الآن وجه الGlobe مننا وعندي الأداء أو البوابة مننا فأنا حتى أقلب الGlobe إلى هاي الجهة أضغط عليه Click Amen Anti Flip Horizontal أو أظل أسوي إلى Rotate الRotate تضل سوي أكثر من مرة رح يعكس أو أطي مباشرة Flip Horizon مثل ما يشوفون الآن عندي تحول الGlobe له الجهة همات أيضا بطرفة أربطة بيمة أربطة بالبوابة الآن الدائرة صارت عندي جاهزة تتكون من 0 1 عفو هذا 1 0 وعندي بوابة وعندي الآن output جميع شروط جاهزة ما رح يقول هنا node gate شنو عملها قلنا إذا كانت 0 1 وإذا كانت 1 1 0 يعني العمل يعكس بال1 0 0 1 1 خلي أرجي أولا حتى أبدأ أختبر صحة عمل البوابة لازم أضطي Activate Simulation يعني شغل المحاكي حتى نشغل عملية المحاكات نضغط على high الآن ضغط الآن شغل عملية المحاكي مثل ما يشوف الآن أنا المفتاح أين أخلي على volt 1 1 1 1 مفتاح راح تلون راح للدائرة الدائرة قلبة 1 سويت 0 ونحن من قلنا من خواصة تقلب الفولتية من 1 0 فقلبة 1 0 مثل ما يشوف اللايت ما اشتغل أو القلوب ما اشتغل أجي أضغط Space حتى أغير المفتاح للجه الأخرى أنقل المفتاح أضغط Space مثل ما يشوف اشتغل لا يتعدي ليش لأنه الأرض تطيق 0 راح تمشي الصفر اللي هنا تعصل اللي هنا البوابة من خواصة النوت gate من خواصة تقلب الصفر إلى 1 فلي هنا صار الصفر هنا صار 1 والواحد بالتالي هو High وانطاني كهرباء مثل ما يشوف الآن 1 ما كهرباء الصفر 1 ما يقول 0 عفو أو كهرباء الآن فهمنا النوت gate اللي هي تعكس القطبية نروح للأداة الثانية اللي اسمها البفر شنو البفر البفر عبارة عن أداتين أو بوابتين من النوت gate بوابة البفر هي عبارة عن بوابتين من النوت gate وحدة بعد الثانية شنو فأدت قلنا نحن النوت gate هي تعكس الفولتية خلنا نتبع يعني مثلا إذا إجه النوت gate هي طبعا قلنا الأداة عبارة عن بوابتين من النوت gate هاي البوابة الأولى وهاي البوابة الثانية إجدت الآن الطاقة هي عبارة مثلا عن صفر شا رح تدخل بهاي البوابة رح صير واحد بالبوابة الثانية رح شنو صير صفر يعني الآن بالبوابة الأولى النوت gate الأول رح يحول من الواحد للصفر البوابة الثانية رح تحول الأول يخطر من الصفر الواحد يعني ترجع الفولوتيه الى اصلها اللي كانت عليها بالبوفر فهي آلية عمل البوفر الذي يدخل عليها صفر راح يخرج صفر ليش لأنه قلنا التحولي الاول راح يتحول النوتغيت من صفر الى واحد بعدها لا راح يتحول من واحد المن الى صفر يرجع الاصله فهي النوتغيت دخل عليها واحد يطلع الاوتبوت واحد ندخل عليها الـ output أيضاً صفر خليجي نختبر الـ Not Gate أنا الآن رح أختبر الـ Not Gate ونقارنها أيضاً بنفس الأداة اللي هي أداة الـ buffer نقارنها بالـ Not Gate من قائمة الـ Logic Gate هاي قائمة البوابات نبحث عن أداة اسمها الـ buffer احنا مظهر هذا الـ buffer طبعاً كيف كان عبارة عن 2-NOT Gate خلي نشوف هنا اوك 2-NOT Gate لا يوجد اثنين نوتغيت اذا نبحث عنها بالاسم اعتقد هي هاي هاي البوابة هي نفس بوابة النوتغيت لكن ما بها دائرة يعني شنو؟ ما بها عكس للقطبية ثاني هاي سحب واف لا تسويها ايضا خليتها فوقها ايضا اجيب قلوب ثاني حتى اشوف عملها اختبر عملها ايضا انزل القلوب الثاني وقلبه اربطها بالقلوب الثاني من الحافة ربطتها بالقلوب سحب واف لا ربطتها الان بالقلوب الان هاي البوابة ايضا اين اربطها اربطها بمن اربطها بالسويتش المفتاح فهكذا مثل ما شوفون الان السويتش المن من هاي نقطة التفرع ذهب الطاقة للبضر وللنوتغيت الان نشوف البضر عندما يكون الصفر صفر مثل ما شوفون النوتغيت عكس القطبية ومنطين واحد لكن البضر لا اضطتنا صفر على حسب شنو التروث تابل مالتها البضر هي الصفر صفر والواحد واحد نجي الان نشغل السويتش نسوي واحد مثل ما شوفون اشتغلت عدي البضر خليه اغير اللاية مالتها حتى نغير الضوء مال القلوب نضغط على القلوب ونختار خصائص هذا العنصر من هاي نختار هاي الايقونة او الخانة مثل ما شوفون نريد بروب نختار اللي غرين اللي هو اللون الاخضر نضغط اوك الان نشغل نشغل الهال لانه طفة عدي اشغل ارجع اشغل المحاكي على الواحد الواحد ما يشتغل الصفر مطفي فالان مثل ما شوفون بعد ما اضطيت واحد البولتية راح تروح واحد للقلوب في اله بوابة البوفر ليش لاني نقلنا البوفر ما تعكس القطبية هي تضطيها نفسها لكن بعد ما اسوي صفر راح يذهب المن بالبوفر يذهب صفر ويخرج ايضا صفر فراح يضفي القلوب مالته بينما النوت غيت لا راح تعكس القطبية وتحول الصفر الى واحد هاي اول اداتين خذناها نحن بالأدوات المنطقية او اول بوابتين بالبوابات المنطقية بوابة النوت غيت والبوفر الان ننتقل الى بوابة جديدة اللي هي اسمها بوابة الاند مثل ما تعرفون احنا خذنا بالهياكل المتقطعة ان الاند تكون احتماليتها true في حال كان الاحتمالين true وبجميع الاحتمالات الباقية تكون false هاي كانت قاعدة الاند بالهياكل المتقطعة اما قاعدة البوابة بالتصميم المنطقي هي تكون الاند واحد في حال كانت اثنينات المدخلات واحد وتكون صفر في حال جميع المدخلات الباقية يعني كأن مال true هو الواحد وال false هو الصفر فالان قلنا قاعدة الاند في طبعا هاي رمزها الاند او العفو هذا رسمها شكل الادات شكل البوابة بوابة الاند هذا الشكل ما لتيكون فانا عندي الان قاعدة الاساسية هي انه تكون المدخلات عندما تكون مثل ما شوفون هذا الجدول عندما يكون المدخل واحد واحد هي تنتواحد وجميع الاحتمالات الباقية راح تكون صفر عندما صفر 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 واحد صفر واحد صفر صفر فهاي هي الاند مجرد انه فقط عند الواحد واحد تنتي واحد خلي اني نجي نجرب اداة الاند طبعا هذا رمزها او اكسي ساوي اي بي هذا جبر البوليني فاني اجي الان انطي نيو فايل اسوي اداة جديدة اسمها الاند طبعا مثل ما تلاخدون بعدات الاند بالادوات السابقة اللي سبقت الاند كان المدخلات مثل عدي الان هاي الادات البفر كان المدخل صفر واحد فقط يعني احتماليتين ما كان اكثر اما الاند صار عندي الاحتمال الاول والثاني والثالث والرابع اربع احتمالات اللي نستنتجه شنو انه كل احتمالين هو عبارة عن مصدر فولتية حار وبارد يعني الان منصار عدي اربع احتمالات احتاج مصدرين فولتية حار ومصدرين بارد هكذا يعني احتاج 2 فولتج سورس VCC واحتاج 2 ground ليش لانه احتماليات الاند هي اربعة مو اثنين فخلني اجي نشوفهم عمليا قلنا نحتاج اربعة يعني اثنين VCC واثنين ground واثنين منصار عندي اثنين VCC واثنين ground يعني احتاج مفتاحين ليش لانه احنا قلنا كل مفتاح كل مفتاح هو ال ground يروح ال ground واحد ويروح ال VCC واحد فاني ايضا هذا المفتاح الاول وهذا المفتاح الثاني حتى اقلب المفتاح flip horizontal واجي اربطه المفتاح الاول جزء الاول المفتاح اربطه بيمن بال Earth بال VCC طبعا هاي خلينا نقله الهنا وصعد ال Earth حتى يكون عدي ترتيب بالمخطط فاربطت القسم الاول مفتاح بيمن بال VOLTEA والقسم الثاني الربطه بال ground ايضا هذا هم اقلبه واربط القسم الاول بالمفتاح بال VOLTEA والقسم الثاني بال ground ربطنا الاول بالحار والثاني بالبعض الان نجي نضع اداة ال ant نبحث هاي اداة ال ant هذا مظهرها مثل ما شوفون input and gate اجي اخليه مثل ما شوفون مثل ما قلنا التعريف بداية الفيديو انه تتكون من مدخلين البوابات اللي خذناها سابقا هي تتكون من مدخل واحد اما هاي البوابة تحتاج الى مدخلين تحتاج الى مدخل اسم X ومدخل اسم Y خلي نسمي هذا المفتاح هو المدخل X مثل ما شوفون الان يقلي Space اضغط click Amen على المفتاح بعد ما اضغط عليه يصر باللون الاحمر click Amen Anti-Component Properties مثل ما شوفون الان يقلي K Space خلي اسمي X الان الحرف X هو اللي يتحكم بالمفتاح الان هذا اسمي Y ايضا بنفس العملية صار Y فالان صار عدي مفتاح X و مفتاح Y اجي كل اللي اسوي اربط المفتاح بمن بالجزء العلوي مفتاح X والمفتاح Y بالجزء السفلي السيد قل لي هل اني مجبور انه هيش اربط لا كيف اكتري تربط Y بالعلوي والX بالسفلي انت مخير بالربط الان قلنا حتى نعرف انه الدائرة شغالة لولا نخلي globe هذا globe مجرد انه ايضا انقلبة هذه كملة عدلات دائرة introduction ف mio دائرة خليت لها متخل اسم أكس و متخل اسم ي كل متخل عبارة عن حار و بارد ثانا وتاعدي اربعة احتمالات مثل ما انظروا واحد نين تلاثة اربعة تقبل اربعة احتمالات واف impact يعني الفياد واباما بالعكس فقاعدة الآن إيش قالت عندنا قالت عندنا أنه عندما يكون صفر صفر فإنه الناتج تكون صفر خليني شوف أنا أحول أشغل الدائرة فعلا لما الـ X على الصفر والـ Y على الصفر شنطاني طاني صفر ما اشتغلت الدائرة نيجي الاحتمال الثاني يقول لما الـ X صفر والـ Y واحد رح تضطيك صفر الـ Y خليه 1 نضغط حرف Y مثل ما يشوفون الآن الـ Y وديهتها على الفولتية صار 1 والـ X أيضا صفر بعده قتنه 0 ما اشتغل الدائرة الاحتمال الثالث يقول لما الـ X 1 والـ Y صفر أيضا تضطيك صفر الـ X 1 الآن الـ Y هذا رجعها صفر والـ X ننسويه 1 مثل ما يشوفون أيضا ما اشتغلت الدائرة الاحتمال الأخير يقول 1-1 ينطيك 1 يعني هذا الاحتمال الوحيد اللي يطلع عندي واحد لما يكون الاكس والواي هي قيمهن واحد فانا عندي الان الاكس واحد احول الاي واحد مثل ما يشوفون اشتغل عندي مجرد انه لازم يكونان اثنينات واحد حتى يشتغل عندك القلوب يعني مدخلات اثنينات واحد ننتقل للاداة الرابعة اللي هي اداة الور مثل ما قلنا بالهياكل المتقطعة كانت عندنا الور انه فقط اذا كانت false بfalse المدخلات اثنينات فالس تطيني فالس والباقي كلها true الان بنفس الطريقة انه فقط اذا كان عندي صفر صفر راح احصن صفر والباقي كلها احصن واحد جميع الاحتمالات الباقية تطيني واحد فقط اذا كانت قم جميع الامبوت صفر فالان مثل ما يشوف هذا الجدول الخاص بها اذا كانت الامبوت صفر صفر راح تطيك صفر واذا كان الامبوت صفر واحد واحد واذا واحد صفر واحد يعني جميع الاحتمالات راح تكون واحد ما عدا الاحتمال اللي هو صفر صفر خلني جي نطبق على نفس الدائرة نخلي ايضا دائرة اخرى اللي هي الاند او عفو دائرة او بوابة الور اجي ابحث عندي هاي الامبوت او غيت هاو اياها الامبوت او غيت اجي اسحبها اخلي هنا ايضا احط لها قلوب حتى تأكد من آلية عملها اقلب القلوب اربطها بها الان المفتاح هذا نربط الطرف احد الاطراف بمن بالمفتاح الاول خلي ربطها به هاي منها خلي هاي الاداة هنا ايضا ربطت احد الاطراف بالمفتاح الاول هذا وربط الطرف الثاني بمن بالمفتاح الثاني خلي اجي الان اغير اللون قلنا نغير حتى نغير اللون القلوب نضغط منا خلي الان نشغل الدائرة مثل ما يشوفون الان لما واحد واحد نينات ان دائرة الانت مشتغلة ودائرة الور مشتغلة خلي اجي اغير اغير احد المدخلات احنا قلنا هاي تعتبر الانت فقط اذا كان واحد واحد تشتغل اما هاي لا بالعكس فقط اذا كانت 00 تطفي فأجي اغير الاكس مثل ما يشوفون طفت عدي انا غيرت الاكس وغيرت صفر وو واحد طفت عدي الانت وبقت الور شغال حسب القاعدة اجي اطفي الواي اطفي الواي أيضا شوفوا الان طفيت الصفر الو الاكس وطفيت الواي أيضا العقوب نطفى نعدل الأداتين خلى اشغل الواي او ال اس اشغلها اشغلت الائكس الانت ضلت مطفية والأور ظلت شغالة على حسب الجدول أنه الأور متى تكون صفر صفر فقط عفو متى تنطي أمبود صفر عندما اثنينات المطفيات فآن هنا الاند فقط مجرد طفل اكس راح تطفل الأور فهاي البوابة الرابعة اللي هي بوابة الاند أو العفو بوابة الور البوابة اللي بعدها بوابة ناند الناد مثل ما نشوفون احنا شان عدنا بالاند طبعا ان واند اللي هي هاي البوابة عكس بوابة الاند الشي يظهر امبود بالعفو اوتبود بالاند راح يظهر عكسه بالناند طبعا الاسامع مش شابهة تقريبا لذلك هتظر في حال أخطأ بلفظها فعندي الاند هي عكس بوابة الاند بالناند أو العفو الاند شان يظهر عندي هاي الاند شان يظهر عندي فقط اذا كانت واحد واحد يظهر عندي واحد والباقي كلها صفر هنا راح يظهر بالعكس لا فقط اذا كانت واحد واحد بالنانت راح يظهر صفر والباقي كله واحد يعني شنو عكس البوابة ما الانت مثل ما يشوفون فقط عند الواحد واحد ظهر لصفر عكس الانت فيت وباقي الاحتمالات كلها انطهتني واحد خلجي اجربها الان طبعا مثل ما قلنا عدنا اربع احتمالات يعني شنو يعني نحتاج مصدرين فولتية طبعا عاد الرسم من البداية مو مشكلة الان نحتاج مصدرين فولتية احنا قلنا هذا مصدر الفولتية الاول حار بارد هذا مصدر الفولتية الثاني ايضا حار بارد الان احتاج مفتاحين باعتبار أنه عدي أربع احتمالات مفتاح الأول مفتاح الثاني أقلم بمفتاح الأول وأيجي أربطه بالفولتية الطرف العلوي الطرف السفلي بالقراوند أقلبه أربطه بالطرف العلوي وأربطه أيضا بالطرف السفلي اللي هو القراوند الآن ربطه تاني الطرفين شا Tin painting احتاج بعد بعد حتاج بوابة منه بوابة Gnant الى ناسمها 회� Tekken دعونا نشوف هاي انبوت ناند غيت اجي اسحبها الان اربط بالسويتش الاول واربط بالسويتش الثاني واجي احط غلوب حتى اختبر عمل البواب طيها فليب مثل ما يشوفون الان هان اش عندي اغير هذا همات المفتاح يجي اختبر الان حتى واضح ادخلح مفتاح ي اضطر اندي الان اختبر عمل ورسمي قبل ما رجح البوابه الاند عبارة عن البوابه اند امامها دائرة صغيرة يعني شلون؟ يعني من راح يدخل الانبوت بالانت راح تظهر النتيجة بالانت من توصل الهاي الدائرة الزغيرة اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن نوت جيت مثل ما شوفون الرسم هذي يقلك يساوي يساوي انت اد نوت جيت احنا مثل ما اخذنا الادات الاولى النوت جيت هي تعكس القطبية الظاهرة فهاي الانت بعد ما يظهر الانت راح تعكس الانت يعني من راح يدخل بالانت راح يدخل مثلاً صفر صفر الناتج راح يكون صفر فاش راح تسوي النوت جيت راح تعكس هاي صفر سويها واحد هكذا مثل ما شوفون الان الناتج راح يدخل بالاند الاوتبوت العفو العفو الانبوت راح يدخل بالاند واحد واحد راح يظهر من الاند واحد النات جيت راح تعكسه تسوي المن الى صفر فهاي آلية عمل الانت فخلي نشوف الان الاحتماليات المالتها نخليه الان اثنين اتن صفر الاند راح تطينا صفر لكن بعدها النوت جيت اللي موجودة هاي الدائرة صغيرة راح تحولها سويها واحد خليني نشغل الدائرة مثل ما شوفون اول ما شغلت الدائرة اشتغل القلوب هذا اللي هو عكس آلية عمل منه الان فخليني نشوف الاحتمال الثاني يقول عندما صفر صفر اللي هو اول واحد جربنا تلطينا واحد عندما صفر واحد الـ X صفر والـ Y واحد الان مثل ما شوفون طبعا هاي البرنامج باخطاء لذلك الان موجود الرسم القديم لكن شنو ما ندخل الان احنا هذا رسمنا طبعا هذا الرسم القديم الداخل و هي الرسم الجديد صارت هو سأل احتذر راح ارجع لكم بعد ما ارتب الرسم رجعنا لكم طلاب بعد ما رتبنا الرسم الان خد نرجي نختبر الاختبار الثاني اللي هو صفر واحد الـ X صفر الـ Y نسويها واحد مثل ما شوفون الطاني input واحد الان نسوي الـ X واحد والـ Y صفر نختبر الادات الـ X واحد والـ Y نسويها صفر شطتني طاتني أيضا واحد الان صحيح واحد و صفر طاني واحد الان نشغل الان اثنينات واحد واحد و نشوف الشيطيني واحد واحد كوني انطيني صفر الـ X عدم يشتغله الـ Y اشغلها مثل ما شوفون انطاني واحد واحد انطاني صفر والان نروح للاخر اداة بالمحاضرة اللي هي اداة النور gate اداة النور هي عكس اداة الـ or مثل ما اخذنا احنا بادات الـ or انه فقط عندما صفر صفر تنطيني صفر والباقي كله واحد لا هاي فقط عندما صفر صفر تنطوا واحد والباقي كله صفر يعني شنو عكس اداة الـ or بالضبط خلني جي نجرب هالـ or طبعا هذا الرسم مالتها الـ A يقول هو عبارة عن اداة or وبعدها شنو نوت gate بعد ما تدخل المدخلات بادات الـ or يطيني مخرجات راح تدخل بالـ not gate راح يعكسها فها صار هنا عكس اداة الـ or فهذا رسمها راح يكون بالبرنامج خلي نبحث عنها انا الان راح اقارنها بالـ and اذهب من البوابات طبعا اعتذر عن كل شو يقول اداة وانما هي اقصد بها البوابة فعندي ناند هاي البوابة وهي النوت gate هاي النور اللي هي عكس اداة الـ or هاي اها النور اجيبها اسحبها خلي هنا ايضا اقوم بربطها بـ بمن بالسويتش اربطها بالسويتش مباشرة هاي جيت ربطتها هنا حتى ما تختلط عد الاسلاك اضغط على السلك هذا بعد ما احدده اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه او ضغطين اضغط عليه ضغطين ما الاسلاك كل نور اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه حتى اشوف عمله احنا قلنا من الجدول جدولنا شي يقول يقول عندما يكون الامبوت صفر اي والثنينات صفر الامبوت اي و بي الاكس والواي صفر راح تطين واحد خلي خلي امبوت اكس صفر والواي ايضا صفر وشغل الدارة مثل ما يشوفون اشتغلنا نعدي الآن الثنينات الآن اللي يهمني اداة منه اداة النور عندما تكون الامبوت صفر صفر راح تطيني واحد عندما تكون الامبوت صفر واحد راح أخلي الـ X0 1 راح تنطفي النور مثل ما يشوفون على حسب الجدول 0 1 راح تنطفي الاحتمال الآخر أيضا عندما تكون 1 0 أيضا راح تبقى مطفية 1 0 لاحظوا الإعداء النور 1 0 1 1 1 0 أيضا مطفية وعندي أيضا الاحتمال الأخير اللي هو 1 1 أيضا راح تنطفي 1 1 خليت الـ Y1 والـ X1 أيضا نطفت فأداة النور كملاحظة هي عكس الأور وأداة النور هي عكس أداة الأند هاي هي جميع البوابات اللي أخذناها بمحاضرة التصميم المنطقي العملي أتمنى تكونوا نستفاديتوا بالفيديو أشوفكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى هذا الفيديو مقدم من فرقكم دمتم في رعاية الله رفضي للقاء اشتركوا في القناة